فنون العمران بالمغرب يكمن سحر المغرب في تنوع مناظره وسكانه وهندسة أبنيته العمرانية فالمدينة المغربية يتوسطها مسجد جامع تندرج حوله القباب والمدارس القرآنية وحوانيط الصناع وإذا كان الدور الرئيسي للمسجد هو إقامة الشعائر فإن ما يزينه هو إبداع الصناع الهندسي الإسلامي بصفة عامة والطابع المغربي بصفة خاصة أما البيت المغربي الحضاري التقليدي فإنه منزل عربي في مفهومه يطمح العربي فيه أن يجلب السماء إلى بيته لذلك يبني غرفه بشكل مستطيل غالبا ويترك الفضاء واسعا مضاءا بنور الشمس والقمر تزينه غالبا نافرة في وسط ساحته ترسل الماء من أنابيب في غاية الروعة إن الدار المغربية تدار عربية لأن تصميمها الهندسية صادر عن دوق أصيل قائم على فن الموحدين في البناء بالمدن الأندلسية والمرينيين في كل من فاسا ومكناسا وططوانا التي تحتفظ بدكريات الأندلس وقد بلغت الحياة التي كان المرء يحياها ولا يزال بين الشضران المزينة بالزليج والمزخرفة بالجبس والخشى بحدا عاليا من الدوق ورقة العيش تضاف إلى ذلك نماذج من البناء الصحراوي المعروف بالقصبات المنتشرة في الجنوب وهي نماذج هندسية لها جماليتها وتتكون من طابقين غالبا ويحيط بالقصبة من كل زاوية صور دون شضران عالية مع حصن مجلل بفجوات يطل منها المدافعون عن قصبتهم عند الهجوم عليها ويزين الواجهات العليا صور هندسية من الآجور وتغارات طيقة موسمة بشبابك من الحديد هذه المساكن المحصنة تأوي سكانا يحافظون على تقاليدهم ويتكلمون الأمازيغية وأجمل هذه القصبات توجد على طول ضفتي دادس ورافده واد مقون وطار النهر يجري تحتها وأشجار الفواكه والغروض العطيرة تنبت بجوانبها وهكذا فللمغرب ألف مظهر ومظهر كلها تتير الفرح والإعجاب يكمن سحر المغرب في تنوع مناظره وسكانه وهندسة أبنيته العمرانية فالمدينة المغربية يتوسطها مسجد جامع تندرج حوله القباب والمدارس القرآنية وحوانيط الصناع وإذا كان الدور الرئيسي للمسجد هو إقامة الشعائر فإن ما يزينه هو إبداع الصناع الهندسي الإسلامي بصفة عامة والطابع المغربي بصفة خاصة أما البيت المغربي الحضاري التقليدي فإنه منزل عربي في مفهومه يطمح العربي فيه أن يجلب السماء إلى بيته لذلك يبني غرفه بشكل مستطيل غالبا ويترك الفضاء واسعا مضاء بنور الشمس والقمر تزينه غالبا نافرة في وسط ساحته ترسل الماء من أنابيب في غاية الرعاة إن الدار المغربية تدار عربية لأن تصميمها الهندسية صادر عن توق أصيل قائم على فن الموحدين في البناء بالمدن الأندلسية والمارينيين في كل من فاسا ومكناسا وططوانا التي تحتفظ بدكريات الأندلس وقد بلغت الحياة التي كان المرء يحياها ولا يزال بين الجدران المزينة بالزليج والمزخرفة بالجبس والخش بحدا عاليا من الدوق ورقة العيش تضاف إلى ذلك نماذج من البناء الصحراوي المعروف بالقصبات المنتشرة في الجنوب وهي نماذج هندسية لها جماليتها وتتكون من طابقين غالبا ويحيط بالقصبة من كل زاوية صور دون جدران عالية مع حصن مجلل بفجوات يطل منها المدافعون عن قصبتهم عند الهجوم عليها ويزين الواجهات العليا صور هندسية من الآجور وتغارات طيقة موسمة بشبابك من الحديد هذه المساكن المحصنة تأوي سكانا يحافظون على تقاليدهم ويتكلمون الأمازيغية وأجمل هذه القصبات توجد على طول ضفتي دادس ورافده واد مقون وطار النهر يجري تحتها وأشجار الفواكه والغروض العطيرة تنبت بجوانبها وهكذا فللمغرب ألف مظهر ومظهر كلها تتير الفرح والإعجاب